هذه هي الأقرار هل لك على وطني هل نفر بقناعا هل العشق في عدني في الثاني والعشرين من مايو من العام الف وتسعمائة وتسعين كان اليمن على موعد مع التاريخ وهل تضرب الأحداث الكبيرة مواعدها إلا مع المواقف العظيمة حيث تسقط فيه جدران التشطير وتتلاشى الحدود وكذلك فعلى ما كان يعرف بجنوب البلاد وشماله قبل ستة وعشرين عاما انتهت الترتيبات وارتقى العلم اليمني الواحد على أسطح مباني البؤسسات الرسمية في لحظات تتوج الوحدة مراسمها الأخيرة شرف رفيع للتاريخ هو هذا اليوم وفخر كبير هذا الذي دخل به الوطن من بوابة العصر إلى واحدة من مواعيد اليمن مع القدر وقال العالم الشعبان صار شعبا واحدا موسيقى طوت اليمن إذن فصلا من تواريخ التشردم والانقسام كيف لا يدوي حدث مثل هذا مشرق والفرع يعود إلى الأصل عدا تحتضن صنعاء وصنعاء عاصمة اليمن الكبير عاصمة كل اليمنيين هكذا جرى الاتفاق على الوحدة لكن للتاريخ أيضا تدخلاته حيث سارت الأحداث على الأرض غير تلك التي رسمتها الأقدار في الحلم فالفترة الانتقالية التي تقررت لمدة ثلاث سنوات ثم تجرى بعدها الانتخابات تلاشت بالنسبة لشريك الوحدة الذي حولها إلى مشروع شخصي وحاولت تفرد بها فيما عرضها للكثير والكثير من الانتقادات وفي كل مرحلة ضاعف من تصاعد حدة الخلافات مرت معها الوحدة الناشئة بمنعطفات متعددة أبرزها تلك التي خلفت نداءات الانفصال بقيادة نائب الرئيس وشريك التوقيع على اتفاقية الوحدة علي سالم البيض إلى جوار علي عبدالله صالح حيث ظل الرجل قبلها يحرك أجهزته في مهمة لم تكن سوى تصفية من أعدهم خصوما محتملين من قياديين في أجهزة المخابرات وقادة عسكريين وسياسيين بارزين نجحت بعض العمليات وأخفقت بعضها لكنها أفضت بصورة أو بأخرى إلى دعوات فك الارتباط وبروز القضية الجنوبية غدرت الوحدة إذن بعد ثلاث سنوات من الإعلان وظل صالح من فترة إلى أخرى يعسكر السياسة ويدفع بالاختلافات والتباينات من مربع السياسة إلى مربع الحرب ومعها ظل شريك الوحدة يصدر بيانات النعي بينما استمر صالح يخطط لمؤامرة الاستئثار بإنجاز الوحدة أفضى ذلك إلى حرب صيف 94 التي استمرت ما يقارب 90 يوما وتوج المنتصر بالسلطة وحيدا بلا شريك يقود قطار الوحدة لكن إلى حيث تقف نزواته التي أفضت لتشكيل ما يسمى بالحراك الجنوبي منتصف العام 2007 ومن ثم الخروج الكبير ضد صالح ونظامه إبان ثورة الربيع العربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة